اشتركوا في القناة وهو الثاني في تربيته بين إخوته اهتم ديل منذ طفولته بالحواسيب حيث اشترى حاسوبه الأول من نوع أبل تو وهو في الخامسة عشر من عمره وقام بتفكيكه ليرى كيف يعمل وقام بعدها بسنتين بالتغيب عن المدرسة أسبوعا كاملا ليحضر مؤتمر حول الحواسيب تأسيس شركة ديل التحق ديل بجامعة تاكسس وبدأ ببيع الحواسيب وملحقاتها في عمبر الطلاب إلى أنه مع نهاية العام الدراسي انتقل إلى شقة مملكة وقد توقف ديل عن الدراسة في عام 1984 وإنشاء شركته ديل كومبيوتر برأس مال لم يتجاوز الألف دولار وقد كانت شركته تبيع الأجهزة مباشرة للعملاء متجاوزة الوسطاء وقد كانت تلك الفكرة مبتكرة حينها وبعدها بعامين قدم ديل حاسوبا سرعته 12 ميجا هيرتز وذلك في معرض كومديكس وكان سعر الجهاز 1995 دولار منافسا بذلك جهاز APM الذي تبلغ سرعته 6 ميجا هيرتز وسعره 3995 دولار وبعد أربع سنوات من إنشاء الشركة عام 1988 بدأت ديل التعامل مع زبائن كبار منها شركات حكومية وقد تمكن ديل من تحصيل ما يقارب من 30 مليون دولار بعد أن عرض شركته للاكتاب الدولي في العام وقد تم اختيار شركة ديل كأحدى أفضل 500 شركة في عام 1992 بواسطة مجلة فورتشن وفي عام 1997 قومت الشركة بشحن 10 ملايين جهاز حول العالم وفي عام 2003 تم اختيار الشركة ضمن أكثر عشر شركات تستحوذ على ثقة المستهلكين من قبل شركة وول ستريت تم تكريم السيد ديل عدة مرات لقيادته المثالية وقد اختارته مجلة فورتشن كأحد أكثر الشخصيات تأثيرا في مجال الأعمال وذلك عام 2003 وقد تخلى ديل عام 2004 عن منصبه كمسؤول تنفيذي لشركة أبل ليحل محله كيفين رولنز ولكنه بقى محتفظا بمنصب الرئيس تبرعاته وبحلول عام 2010 خصصت المؤسسة أكثر من 56 مليال دولار أمريكي لقضايا الأطفال ومبادرات المجتمعية في الولايات المتحدة والهند وجنوب إفريقيا في عام 2014 تبرع بمبلغ 1 مليون دولار لأصدقاء قوات الدفاع الإسرائيلية في عام 2017 في أعقاب إعصار هارفي ديل وهو موطن هيوستن تعهد 36 مليون دولار لجهود الإغاثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر